السلام عليكم ده الوقت لو انا شغال على برنامج الاتقاد و قلت له ارسم لين و قلت له انا اريد ارسم مثلا 200 طيب 200 دي عبارة عن ايه F8 عشان بخطف صحيم 2000 2000 دي عبارة عن ايه 2000 كيلو او 2000 متر او 2000 مانجا او يعني الرقم نفسه ايه عبارة عن ايه ايه اليونت اللي هنشغلين بها لازم ايه احدد اليونت بتاعتي فعشان كده بنكتب UN اللي هي اختصار يونت وابدل اشوف ايه الوحدات اللي انا اشغل بها تمام او في العادة احنا متشغل في الوطن العربي بالديسيميل انما في وحدات تانية ممكن تشغل بها تمام زي ممكن تشغل بالبوسة او كده تمام بعد كده بتشوف انت الكثور اللي انت عايز تظهرها ايه تمام هل انت بش عايز كثور ولا عايز اثنين او ثلاثة زي ما انت عايز طيب الواحدة بتاعتك بالمليمتر ولا بالملي ولا بالفيت ولا بالانش ولا بايه بالزبط ولا باليارد تبدأ تختار بعد كده بقى الزوية لو انت هترسم زاوية هل انت عايز الزوية دي تتحسب به الجريد ولا بالديسيميل ولا بايه بالزبط وهل انت عايز تصور كثور ولا لا زي ما انت عايز تمام وبعد كده اللايتنج هل انت عايز تحسبها بالانترنشنل ولا بالامريكان فبتدأ تختار اللايتنعيزه في الناس بتحبس شغل بالمتر في الناس بتحبس شغل بالمليمتر في الناس بتحبس شغل بالسانتي زي ما انت عايز تمام هتقول له اوكي وممكن برضو تعمل تخصيص لموضوع الديمينشن يعني لو انت بتعمل ديمينشن هتقول له مثلا انا عايز يرسم ديمينشن من النقطة دي للنقطة دي ديمينشن زي ما تشايف بش واضح معك لازم تعمل زوم عشان تعرف تقرى الرقم فممكن تعمل select وتدخل في الخصائص اللا موجودة هنا على سبيل المسال تكست هنا تشوف الارتفاع بتاعه هنا مكتوب من 2.5 خلينا خليه مثل 15 نشوف هاي بحجمه عامل ازاي محتاجه يكبر شوية خلينا نقول بالشكل دوت فتقدر تشوف الرقم وتقدر تجي هنا تلاقي هنا المعلومات بتاعك كل حاجة بخاصة بالديمينشن فممكن تجي هنا في التكست هنا ممكن تعمل rotation above standard الونت هايت بيقولك انت هل عايزه بالديسيميل ولا عايزه بأني واحدة تقدر تختار تعدل الديمينشن ده بس بش اللوحة كلها زي ما انت عايز وممكن بالمناسبة تخلي في التكست مختلف يعني مش لازم تلتزم بالرقم دوت لو انت عايز تدرب فتكتب هنا مثلا 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 1500 ميليمتر فتكتب هنا فتكتب هنا وانت تقدر من هنا تقوله انا عايز اختار يونت يونت خاصة لانترنتف يونت فتقدر تتغير زي ما انت عايز شكراً لكم